كله اليوم عم بتدل إنه فيه نوع من الحل حليك عم بيسير سواء كان بأسماء بديلة وسواء كان مع الرئيس الحريري شخصيا مطلوب من الكل أنا بدون استثناء حتى القوات اللبنانية يجب أن تشارك حتى الحزب التقدم ما حدا يهرب من المسئولية ما فيكن تطلعوا تنفضوا إنه والله إذا أنتوا ما شاركتوا طيب وماذا عن الحراك؟ الحراك بد يكون موجود وهون فيه مسئولية على الحراك إن كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم بد يكون فيه عندهم يا أخي كل ساحة من هذه الساحات اللي هي عم بتتعبر عن وجه الناس وعن صرخة الناس هاو الشباب اللي عم ينزلوا يناموا بالخيام وعم يضحوا بجامعاتهم هاو لازم كل ساحة تسمي حدا يعني أنا يعني من قصة إنه بالقرعة هيدا هيدا الحراك هيدا الانتفاضة يجب أن تفرس قيادات يجب أن تفرس قيادات ولازم يكونوا موجودين بس إنه عندهم غير رأي غير رأي بيقول طيب غير رأي بيقول إنه مجرد إنه نحنا نحنا ناس مننا مجموعة وحدة يعني طيب عملية فرز القيادات عم يعتبروا دعوة إلى فرز قيادات منه تطلع تحاول السلطة عم يعتبروا أنه هي دعوات لشر زمية لا لا أنا مش عم يطلب يحاولوا أنا عم بطلب إنه يشاركوا بعملية الإنقاذ ما في نأجي أنا أقول بس أنا عم طالب وعبر وطلع لجواتي وطلع وجعي وظهر وجعي بقول أنا ما بدي يشارك إذا ما بدون يشاركوا بدون يتركوا مجال أنه والله تتركب حكومة إنقاذ وطني من ناس أكفاء نضاف الكاف بيخافوا الله وبيعرفوا مصلحة البلد ويطلعوا من السرقة والنهيب أنا بأكد لك هلأ أي حكومة بدي تيجي السرقة أقل شي أقل شي والاستباحة للمال العام بدأ تبقى في بنسبة 70-80-90% لن يستطيعوا الاستبار بها العقلية اللي كانوا حكمين فيها البلد العروش انهزت ما دل عرش حدا منهز ما في غير الآدم اللي ما في رقال معه اللي ما انه مرتكب اللي إسته فيها كل اللي كانوا استفادوا من هذه السلطة لا كلهم عم يحكموا ما في مشكلة ما تصدقيهم كلهم مهزوزة عروشهم هذا اللي عم يهرب مصرياته لبرة وهذا اللي كذا من الآخر وبعدين وين بدك تفل وين بدك تهرب في نحن هذه الانتفاضة عملة تهز كتير كبيرة بالبلد حرام انه هاي دي ما تتقرش وتوصلنا لمحل نغير نعمل نقل نقل نوعية من النمط الاستباحة للمال العام واستباحة حقوق الناس وتغليب مبدأ الولاء على مبدأ الكفاءة والقاضي بده يجي ولاقل اللي بيجيبه مش ولاقل الناس اللي هي نطرة انه يحكم لها بالعدل حرام هاي دي الانتفاضة حرام ما تحقق لنا قبل ما انقول عن زميلة كلارا جحة بجولي سريعة على مقتطفات من الصحف وتعقيبا على ما كنا قد بدأنا فيه وقلنا منمشي عليه عرضا لانه كنا عم نحكي عن الاستشارات كنت عم تقول انه طالعين كتلة اللقاء التشاوري كلقاء تشاوري على أصر بعبدة أو على مجلس النواب بموضوع الاستشارات بس انا كنت عم يقول لك ما في شي بمجلس النواب اسمه كتلة اللقاء التشاوري لا صار فيه تشاور نحنا بين بعضنا أعضاء اللقاء انه اذا صار فيه دعوة للاستشارات لان نرجع نحنا يعني كان فيه الاستشارات الماضية استشارات التكليف واستشارات التأليف كان فيه عتب على اللقاء التشاوري انه انتوا طلعتوا تكتل وطني حديدوا لنا انتوا شو ما انتوا شو هلأ هالمرة بعد ما استقلت الحكومة كلقاء تشاوري وكعضاء لقاء تشاوري التأينا وتشاورنا مع بعض وكمان التأينا بالوزير الصديق الأخ السرمدي سليمان الفرنجي واتفقنا انه نحنا هنطلع كلقاء تشاوري على الاستشارات النية كان بأصر بعض ده او بمجل خدور اصدق لكم تطلعوا كلقاء تشاوري بس فيكن يعني تظهروا هيك بالصورة بس انتوا مش كتلة بمجلس النواب يعني عادة تم الاتصال امين عام مجلس النواب الاستاذ عدنين ظاهر اتصل بكل اعضاء اللقاء فردا فردا وكيف هتطلعوا على الاستشارات منفردين او كيف كان الجواب انه نحنا طالعين كلقاء تشاوري يعني فينا نقول انه ما ضروري تسمية كتلة بس اسمنا اللقاء التشاوري تسجل كتلة في مجلس النواب للقاء التشاوري مجموعة نيابية يعني بتطلع على الاستشارات مع بعضها وبلغتهم هذا الامر بلغتهم هذا الامر للمردة استاذ عدن ظاهر ايه بلغنا استاذ عدنين عملك اتصل بكل الاعضاء اللقاء وكنا نحنا محكين مع بعض ومتفاهمين على الموضوع وتم ابلاغه انه نحنا كلكاء تشاوري طالعين سواء على الاستشارات ببعبدة ومجلس النواب ومعكن ناقف فيصل كرامي الاخ فيصل اكيد معنا هذا موضوع تعالج نحنا لقاء تشاوري متفاهمين على انه نحنا اي موقف نتشاور فيه كلقاء ومنتفق عليه هذا بيكون بعبر عن رأي اللقاء بس المواقف الشخصية لكل واحد مننا حر يعطي رأيه باللي بده اياه هو كان مقتنع انه يجب انه يستقيل الوزير ممثلنا بالحكومة هذا رأيه اللي بحترمه لفايصل وبحترم كتير رأيه وبقدر الظروف والحيثيات اللي عم يتعرض له فيصل كرامي بترابلوس ما حدا ما حدا بيعرف قيمة يعني شو المعاناة العميعانية يعني انه نحنا مننا جماعة انه والله عايشين بطرف وبرفاهية يعني مكان الاعتصام بعيد عن بيته لفايصل كرامي ما بيبعد من 50 متر بس هلأ يعني وفايصل كرامي منه منه خارج هذه البيئة الناس الموجوعة فايصل كرامي منه بيت كرامي مشهدلون يعني انا كنت تقولها سابقا رح نحكي بموضوع ترابلوس كنت تقولها سابقا انه في بيوت بتفوتي علي وبتطلع يمكن بتصير عندي عند الناس انه هذا قبض مشبوح او شي او مش حاله زبطوه بس كنت تقولها وبعدني اقولها اللي بيفوت عن بيت كرامي وبيطلع بيفوت رأسه مرفوع وبيطلع رأسه مرفوع ما بيشمسوا هاو الجماعة ما عنده شي لا يعطوه لا سرقه ولقه ولقه قبل ما انه بدأ انه على مجلس نواب اخد رسالة من زميلة رواند ابو خزام كلقاء تشاوري سني تحديدا بكل اسف مضطرين نقول لا عم نحكي الامور مثل ما هي كلقاء تشاوري سني تحديدا تعتبروا انه في مس بصلاحيات رئيس الحكومة هذا يعني هذا الموضوع باعتقد ما حدا تصدى بهذا الموضوع اكتر من جهاز الصمار